اشتركوا في القناة 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 لشؤون التحول الديمقراطي والشاعر فروق جويدة استثمار مرس وستثمار مرس بيؤكد انه مازال مصرا على استقالته وانه هو كتب استقالته وقدمها وانه هي مازالت تحت تصرف الرئيس الشاعر فروق جويدة في الحقيقة فيه موقف غامض احنا مش عارفينش يعني هو شاعر يعني الشعراء بطبيعتهم بيجوناس مع الحرية ضد اي قيود دينية ممكن توضع على الابداع ضد التائرات الاسلامية السياسية بشكل عام يعني الشاعر فروق جويدة انا مش عارف هو اللي يعني حتى يعني الدباجة بيقول ان الجلسة دي ستطرح في جلسة الصباح الخميس وفي مرة نص الدباجة التي كتبها الشاعر الكبير فروق جويدة نيجي بقى نشوف الدباجة دي كلها هي عبارة عن حاجة ادبية يعني هي مقطوعة ادبية كتبت بصياغة ادبية بصياغة لغوية عزبة سالسة فيها من التعبيرات البلاغية اكثر من التعبيرات القانونية نحن نتحدث عن دوسر مصر مش مش كلم على قصيدة واحد قاعد بيكتبها عن نيل ولا مش عارف صرصار على النيل ولا واحد بيكتب بيت شاعر ولا قاعد بيكتب كلام بكله يعني انا شاف ان هي فيها مصطلحات ادبية انشائية اكثر من كونها تحمل ان هي تكون دباجة لأول يعني دستور يوضع لمصر بعد الثورة بيقول نحن جمهير شعب مصر وباسم الله بعونيه هذا هو دستور مصر ووثيقة ثوراتها السلمية الرائدة ووثيقة ثوراتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد ويادها شعبها الصبور في ميدان التحيير يوم الخامس والعشرين من ينال 2011 وعلينا الرفضه لكل الوان الظلم والكهر والتلغان والاستباد والنهب والاحتكار مجاهرة من الحقوق كاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا تشراحها الخالق ولا تشراحها دستير يعني السيغات الأدبية يعني بيتحدث ان هي دي صورة مصر الرائدة اذا كنا نتحدث ان الصورة ايلى للسقوط وحضركوا تذكروا مشتة الشهرين بارح بيقولك ثورة مصر ايلى للسقوط نحن في حاجة لترميم الثورة يعني انا عايز اعرف هو فروق جدا بالكلمة ويقول لك ادى استردى الشعب المصر عظيم حررياته ونارى كراماته ها هو زي يمضي قضبا نحو غد جديد وهو اكثر التحكم بعصره واكثر ايمانا بقدراته وثبته واكثر حرصا على تحرك اهتف ثوراته السلمية ان هذه الروح الجديدة التي عادت لشعب مصر فرقته على سبع تلاف كلمة سواء يعني على قدر ان مصر هو مجتمع السبع تلاف سنة تقريبا بعد السنوات الحضارة الفرعونية احنا تسمنا يعني عندنا حضارة السبع تلاف سنة واحنا اصبحنا النهاردة بنوثل السبع تلاف فرقة وسبع تلاف شيعة في المجتمع المصري يعني ان هذه الروح الجديدة التي عادت لشعب مصري جماعته على كلمة سواء لابناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة الاسلام دينوها واللغة العربية اللغتها الرسمية وبدأ اشراع الاسلامية هي المصدر الرئيسي لتشراعتها وبدأ اشراع المسيحيين واليهود المصريين المصدر الرئيسي لتشراعتهم المنظمة لشؤونهم الدينية وحولهم الشخصية واختراكتهم رحيتهم طبعا صياغة ركيكة لأسف الشيء بالنحة القانونية دي مش ممكن تكون صياغة دستور الكلام دي يكتب به يكتب به مقرف الأهرام يكتب به قصيدة يكتب به حاجة كده يروح يقولها في مالها ليلي حد كده او منتدم المنتديات الأدبية اللي بيحبوا يعودوا لتكلمه الشعرة فيها وكل واحد ايه ضرب له ازا سنبيرة ويتكلم براحته دي مش مصدد دي مش لا تصلح لنه يكون دباجة دستور حين يتم تقسيم شعب مصر يعني بمفهوم ديني الاسلام دين الدولة الرسمي وبعدين يوم يحطي لك مادة تانية يقول لك ايه ومبادئ اشراع المسيحيين واليهود حتى بيكلم حتى كلام ناظر يهود هو فين اليهود في مصر هم المسيحيين في مصر عشين عارفين يعيشو يعني هو لأمولك مبادئ اشراع المسيحيين واليهود اولا مصر لا يوجد فيه يهود وان كان فيها اقلية يهودية لا يتجاوزوا الخمسين ستين سبعين واحد من العواجيز والمسيين وكبار السن اللي هم لا يمثلوا اي وجود في الشارع يعني نفس واحد يقول لي شاف واحد يهودي فين مثلا يعني انا عندي تجاوزت الاربعين سنة مش هدتش يهودي في حياتي كون مسافر في اوروبا بشوفهم في المطابات او حاجة زي كده يعني وبعدين مبادئ اشراع المسيحيين تنظم احلو مشارات واخترقها داتهم الروحية الحقيقة ده كلام كنت اتمنى ان توضع مادة في الدستور نحن لا نعارض يعني اشراع الاسلامية لا ننكر يعني نحن نحترم الدين الاسلامي لكن كنت اتمنى ان يكون في مادة لها صياغة او يعني او مصطلح يكون شامل جامع للاسلام والمسيحية في مادة وحيدة لا ان يكون هذا التقسيم ان الاسلام هو دين الرسم للدولة وبعدين لو بنحط مادة كده ما بدأ اشراع المسيحيين واليهود هي بتنظم احلو الشخصية بحيات ده انا شايف ان ده فيه فرز طائفي شديد جدا فهذه هي الدباجة لا تتعبر عن دستور مصر بعد الثورة وبيقول اقامة حياة ديمقراطية والسيادة للشعب المصري فوصح بالحق والرحي في تأسي السلطات ويستدتكون اساس الحكم واحترام الفرد حجر الاساس في بناء الوطن يعني هي كلها يعني سياغات ادبية مش سياغات قانونية والوحدة الوطنية فريضة واجبة على دولة المجتمع وهي قاعدة في استقارة مسك الوطني والسلام العدل للعالم اجمع والتقدم ومش عارفه يعني حاجات كده يعني وتأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله في المنطقة المحيطة بها لازل تجسد القوى النعمة التي قدمت ولازل تقدم نمازج العطاء لمسي فكرا نحن نتحدث عن مجتمع بيتآكل نتحدث عن مجتمع بيواجه مشاكل اقتصادية طاحنة استثمارات بتخرجوا من مصر برصة وقعت تلاتين مليار فعشر مليار والنهاردة وقعت اتناشة مليار اتنين وخمسين مليار بالهنة والشفة في ثلاثة ايام طارق هده من السوق فبنكال بقى عادة مصر لدورها الثقافي الرائد لما نعيد مصر لدورها الاقتصادي لما شعب مصر يلاقي ياكل يعني الفم جائع لا يبدع فرصة والنهاردة قاعد على كورنيش النهاردة هو بتلزق انك عشان تريد تركنا عربية يجي تخنق معاه كلك خمسة جنيه وتقول لقى يعني ايه خمسة جنيه وكلام ده كله انا بكون مشفك يعني بكون رايح مسلا بركنا عربية على كورنيش عشان عدي كده رايح مش شرعة لحاجة الاقي شباب جايين وخبت بلد انا بصعبان علي والله يعني في النهاية هو لو كان لقي وظيفة لو فوق وظيفة كويسة او فرصة عمل توفر ده لقمة كريمة اعتقد يعني ما كانش هيوقة في تلزق في الشرعة وتلاقيه مش حتى بيكلمك هو في حالة مش طبعية هو مش مش راسي كده مش 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 جريان بنفسه يعني يعني في الحقيقة يعني قادي الدباجة لمسودة اول اول دصول لمصر بعد الثورة كتبها الشاعر فاروق جودة اللي هو كان انسحب او مفروض ان هو انسحب لكن يبدو ان هو رجع في انسحابه من الهيئة الاستشارية فانا ما عرفش يعني هو بينسحب من الرئاسة وبيستمر في تأساسية ولا هو انسحب تأساسية ومستمر في الرئاسة الحقيقة احنا مش عارفين حاجة لكن يعني هي مسودة ستغرق مصر في فوضى وفي بحر من الظلمات وبحر من اعمال العنف مفروض زي ما قلت حالكم ان الدستور خلاص خلص بكرة سيطرح هذا الدستور او مسودة هذا الدستور للتصويت داخل الجامعات الاساسية تمهيدا للرفع للسيد الرئيس الجمهورية ثم طرحوا الاستفتاء شعبي بحسب ما هم يعني مزمعين انه هم يعني يمشوا في الخطة بتاعتهم احتمل ان احنا نحط لها منشط بالوقت الصحافة وعنوان الازمة تحتدم ولا بوادر للحل عندنا نهاردة زاويتين هنقش من خلالهم الموضوعات بتاعتنا الزاوية الاولى الميدان ما زال صمدة رغم كل محاولات مصرح حسوم الغرياني ان هو يصابك الزمن لسلء وكلفتة وكرواتة هذا الدستور اللي بنقول عده دستور الثورة ما اعتقدش ان الثورة قامت والشهداء اللي حوالي تقريبا وصلوا الالف واحد ماتوا حتى يكتب هذا الدستور المسلوء باعتراف كل القوى الوطنية وكل القوى السياسية اللي موجودة في الشارع هذا الدستور مسلوء يريده حتى مسلوء صح يعني حتى لو واحد بيصلق بيضة يعني حتى يقولها مستوية لكن ما تلاقي بيضة كده مسلوء مصرح تلاقي بيضة مية من جوة كده ولا بيضة صيحة من جوة حتى يعني سلقها نيلة ما هواش حتى مسلوء صح على ايه لحوالي نبدأ هذا الموضوع الجمهورية في الصفحة الاولى والجمهورية بتقول الاعلان الدستوري مازال صامدا والميدان مازال معتصما اعلان الدستوري هو الزرر رئيس مرسي يوم 22-21-11 مازال مستمر السفير رفاعتها طبق قال لا تراجع عن هذا الاعلان مطلقا ما فيش اي تراجع على الاطلاق عن هذا الاعلان انسوا يكون في اي تراجع والميدان مازال صامدا الاظهر يدعو الرئيس للحوار والاخوان بيقولوا الاستفتاء هو الحل ما هي لعبتهم الاستفتاء هو الحل طبعا النهاردة هو الحل دي لعبة سهلة ما اسهل الحاجة وما اسهل استخدام الدين وما اسهل يعني تحريك بقى الكوادر والقواعد والخلايا العنقودية والخلايا التنظيمية في المحافظات والعلماء باللجان والنهاردة اللي داخل ما هو لا هو لا فتنقوا حاجة ولا عارف حاجة يا اخي انصر دينك يا اخي اوقف مش عارف مع الدستور ده احنا بتعرف بنا هوية الدولة المادة التانية واسهل حاجة انك انت ترميها في ادن اي واحد داخل داخل على اللجنة المادة التانية يا رب لو انت حضرت للعفرة لا زرق في الدستور هيقول اه عشان المادة التانية فيعني النهاردة استفتاءوا على الحل لا يمكن يكون الاستفتاء بهذه الطريقة مع هذا الشعب وبهذا الحشد الطائفة وهذا الحشد الديني يكون هو الحل اللي طرح هذا العناية الدستوري هذه الكلامة حق يراد من رؤيها باطل ايضا الوافد في الصفحة الاولى تتحدث عن العصيان المدني والوافد بتقول في منشط رئيسي الانزار الثاني عصيان مدني الميدان يتوعد باضراب عام في جميع مؤسسات الدولة والصباح في صفحتها الاولى بتقول مصر ده عنوان الصباح اللي نقوله نقلا على مسئولة الصباح مصر ضد الرئيس وصبح صالح المحامي الاخواني بيقول الرئيس حر فيه الرئيس حر فيه قراراته وكلام النقب العام على كلام نائب عام يعني كان لسه اول مبارح موجود يعني اعتبر هو النقب العام الفعل الشبعي النقب العام المعزول كلامه هجس والصباح في صفحتها الاولى التحرير يستعد لجمعة حق الشهيد الجمعة اللي جاي يكون في دناء التحرير تحمل عنوان حق الشهيد وسبت الاخوان الفكار دي بسبت النور يعني وسبت الاخوان لتأييد اعلان مرسي تشيع جنازة الشهيد الرابع من التحرير وجدار عازل بين الامن والمتظاهرين ده للتحرير اللي الصباح بتقوله معانا صحيفة الاجبشن جازت هي الصحيفة يومية تصدر باللغة الانجليزية يوميا عنو مؤسسة ضرر التحرير الجازت بتقول التحرير بروتست دراج اون فور سيكس داي يعني اعتصامات او اضرابات التحرير بتدخل يومها يعني اليوم السادس معانا جماعة الجازت على شاشة وهو زمينة بيزعلوا في الجازت وبيعتبروا ان احنا بنرداش يعني بحط الجازت طيب معلش عليها لحوالة معانا هي الجازت معانا التحرير مظاهراته بتدخل يومها السادس ده بحسب ما الجازت بتقول اليوم السابع في صفحتها الاولى الرئاسة تبحث يعني في الحقيقة هو اللي حصل ان كان في اجتماع لمجلس الوزراء بمجرد ما انتهى هذا الاجتماع الرئيس مرسي استدعى وزير الداخلية استدعى رئيس الوزراء دكتور شامع انديل وستدعى وزير الداخلية اليوم الصباح بتفسر ما حدث في استدعاء رئيس لرئيس الوزراء وزير الداخلية بتقول الرئاسة تبحث مع وزير الداخلية اخلاء ميدان التحيير بالقوة ومصادر بتقول جمال الدين يطلب امرا كتابيا حتى لا يلقى مصير العدلي يعني ان فيه مصادر بتنقل ان الرئاسة لما طلبت منه او الرئيس التحيير لما طلب منه وضع خطة لاخلاء التحيير فالديل ميدان التحيير ده هو فقاله طيب بعد اذنك انا عايز امر كتابي كده حاجة مكتوبة حتى لا يلقى مصير العدلي وفي الاخر كلها شهر ولا شهرين ولا يومين حتى بلاي نفسه لابس الكلبشات ورايح على سجن تورة والتهمة قتل المتظهرين وفي الحقيقة هو راجل كوزير الداخلية هو اللي يملك من قبل نفس الشيء ده راجل موظف عند الدولة بينافس تعليمات فهو ما بين نارين ما بين نار السلطة اللي هي تدينه تعليمات مطلوب من ان هو ينفس طلبتها او ان هو ينضم للمتظهرين وتقاعص عن اداء وجوه وبالتالي سيعني يتعرض للإقالة او للعزلة او للمحاكمة او لطاهم كثيرة حيث هو ما بين نارين فهو مصير تقول ان هو طلب من الرئاسة امر كتابي حتى لا يلقى مصير العدلي عند بزل اي محاولة لاخلاء مدانة التحرير بالقوة ايضا اليوم السابع بتقول مليونية الفرصة الاخيرة ضد الاعلان الدستوري غدا غدا ده اللي هو مصير بيوم الجمعة اللي هو مصير بيوم الجمعة النهاردة بنكلم عن جرائد الخميس 29 نوفمبر مليونية الفرصة الاخيرة ضد الاعلان الدستوري غدا مقرات الاخوان في المحافظات تحت حصار المتظاهرين والحفنوي بيقول نتاجه كريمة الحفنوي بتقول نتاجه الى العصيان المدني وتجميد الحياة السياسية بعد 4 ديسمبر التحرير في صفحتها الاولى عنوان مع الترويسة بيقول التصعيد قادم لليوم الرابع محاكم مصر متوقفة احتجاجا على مرسي لليوم الرابع التصعيد قادم نص استقالة سمير مرقص مساعد الرئيس واستكينة فؤاد تكتب انسحاب من الفريق الاستشاري الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلاحية بيقول لابد من محاسبة مستشاري الرئيس الذين اقترحوا الاعلان الدستوري هؤلاء المستشارون هم اكثر واول من يورطون الرئيس في كل ما يتخذوا من قرارات يعني هي في الحقيقة واضح انها تفتقد للدراسة المطلوبة الرئيس يتم تورطه من المستشاري ومستشاري الرئيس متبتكوش لهم الاربع مساعدين الاربع اللي حطوهم سمير مرقص ومش عارف وعمال عبدالغفور والجماعة اللي تحطوا معده كلهم والسبعتاشر مستشار ايمان السلاح كان دول مستشارين اعلاميين عصم الصيف الدولة وسيف الدين عبدالفتاح وايمان الصياد دول مستشارين يطلعوا في الفضائيات كده ممكن يجيبهم عندنا كمير مرقص ممكن يطلعوا في الجزيرة يطلعوا في العربية يتكلموا على الهوى والكلام على الهوى يبقى له طعم حلو له ثمن حلو لكن اذا كنا نتحدث عن المستشاري الرئيس الحقيقيين الذين يضعون المشورة قونية لرئيس هناك مستشارون اخرون هم الذين يتولون هذه الصناعة الركيكة للإعلان الدستوري ولقاورات كثيرة صدرها بمؤسس الرئاسة واعتقد ان هي أفقادة الرئيس كثيرا من رصيده في الشارع الشروق في الصفحة الاولى بتقول الثورة مستمرة والجماعة ترد بحشود مضادة الاخوان تبارز المدنيين بسلاح المليونيات وتستقوي بالسلافيين مصادر بالجماعة بتقول مرسي يعلن تفاصيل المؤامرة على الهواء قريبا ان فيه مؤامرة الرئيس مرسي هيعلنها قريبا واضح ان هي مؤامرة دي ما شهتخر كتير عن يقال ان كان فيه تسجيل فيديو لما الرئيس التقى بأعضاء المجلس الهيئة القضائية فاعرض لهم تسجيل فيديو بيسجل بصوته الصورة لأحد مستشاري أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية تصرحات منسوبة للمسجلة دي بالفيديو عن انه يتحدث عن انه سيتم محل التأساسية سيتم محل مجلس الشورى وبالتالي الرئيس بيقول ما يصحش النقاضي يتكلم في احكامه ولسه ما اصدرهاش يعني انت لسه هتحكم يوم اثنين اثناشر يوم اثنين اثناشر الرئيس عرضه في الحقيقة ما زالت هناك يعني اقوال متضربة بشأن ماذا دارة في اجتماع الرئيس مع اعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية او مجلس القضاء الاعلى في الحقيقة في حال التراشق مبيني الترافين في بيان صدر بمسودة بيقال ان في مسودة يعني اشارحة او مسودة تفسيرية بقوا بيان تفسيري للاعلان الدستوري يعني في الحقيقة الجماعة اللي هما القضاء قالوا ملناشع ركب هزين من السودة وهذا البيان واحنا لمضينا على حاجة ولا نعرف حاجة البعض بيقول ده في احد المستشارين او احد القضاء هو لازي يتولى كتابة لكن القضاء امتنوا عن التوقيع الحقيقة كلها يعني في حالة من الجدل في حالة من الغموض في هذا الموضوع ايضا الشروق ان نروح للأهرام في الصفحة الاولى والأهرام بتقول الحكومة تؤكد حق التظاهر السلمي ولا نتهاون مع التخريب والكلام ده بيقول الخبر يقول ان الرئيس محمد مرسي السارع الدكتور الشام انديل رئيس الوزراء والرحمة الجمال الدين وزير الداخلية فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء وان فيه مصدر مجلس الوزراء صرح بان الحكومة بتؤكد احترام الحق التظاهر السلمي ولا تهون مع التخريب وايضا التحرير معلق للاعتصامات ومظاهرات للاخوان والسلافيين بعد غد ده بحسب ما الاهرام بتقول دي كانت الزاوية الاولى اللي هي بتحمل عنوان الميدان ما يزالها صامتا احنا بنكلم النهاردة على الميدان بنكلم على حالة الشوارع بنكلم على الاشتباكات بنكلم على الازمة السياسية التي تركب الزراعها على الشارع المصري الزاوية التانية في حلقتها النهاردة هي الزاوية القضائية الجزء التاني من صورة قضاء يعلنونا المضال الجمهورية في صفحتها الاولى بتتحدث عن المؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية في عقل مؤتمر صحفي بيؤكد فيه ان المحكمة الدستورية تتعرض منذ حكمها بحل مجلس الشعب السابق لحملة منظمة من قوة تنتمي لفصيل السياسي بعد أنه بيقول فيه لن يرهبنا التهديد او الابتزاز ومستعدون للمواجهة مهما كان السمن باهزا هذا الكلام ادل به المستشار ماهر سامي في حديث في مؤتمر صحفي عقده داخل المحكمة الدستورية وقال فيه ان المحكمة تدرك حدود اختصاصاتها ولا تنتح الاختصاصات ولكنها عزمة على اداء مهمتها المقدسة حتى النهاية ويعني في الحقيقة هو رفض الاجابة على اسئلة خاصة بالجلسة اللي هي بتاعت مجلس الشورى التي من المصرات أن تنظرها محكمة قريبا خاصة بعد أن حصن رئيس هذا المجلس من الحل ويكتفى بالقول ان المشورات ما زالت في هذا الشأن لا تزال مستمر يعني رفض الاجابة هو طبعا بيتعلم ومن دارسة هيقول لهم المجلس يتحلي بأنت كده تصابق الحكم عبرنا باسمع ان في حكم بيجي من كنترول يعني حكم محكمة في الحقيقة برضو يعني دعونا نتحدث بصراحة اذا كان ما حدث من جانب الرئيس لم يكن موفقا فيه وهذا الاعلان يمثل تجاوز وانتهاك للسلطة القضائية هناك ايضا مشاكل في السلطة القضائية دعونا نتحدث القضاء هماش ملايكة القضاء في مشاكل النهاردة يعني اي حد ما تحركه فكر انه يلجأ لمحكامة عشان ياخد حقه بمحكامة يعني وتلاقي قضية تأفها ويقعد جورها سنين سنين يعني سنين في قضية يعني مفترض ما تخصش اكرا من شهرين على اقصى تأدير لو في قضي يعني لكن ما فيش حد عزة نفسه قضي يشربط عقلية الموظف جاي يحدث تأجيل في تأجيل في تأجيل وعلينا النهاردة حين نفاجأ من فيه قضاء يتحدثون في الفضائيات يعني انا على مدى عشرين سنة من شغلي في الاعلام وقابلها اربع سنين من الدراسة في الاعلام يعني سوابة مستقرة ويعرفين انه ما فيش قضية تحدث في وسيلة اعلام يعني ما قدرش رفع تلفون اتكلم مثلا مع رئيس محكمة جنيات مثلا اصيود اقول له ايه رأيك في القضية المنظورة عندك ايه تشايف القضية دي ماشي ازاي طب انت الحكم متوقع يكون ايه نهاردة احنا بنشوف لأول مرة في تاريخ مصر يقول له ان احنا بنشوف يعني برامج توك شو وبتاخد اوضابي يتكلموا فيها القضية دا ما افترض انه هو يعني دا صاحب يعني مكانة جليلة موقع رفيع القضية دا ما كانه المنصة القاضي حين يتحدث يتحدث عن المنصة يصدر حكمه ويلعن حيسياته واسبابه بالشكل اللي هو شايفه على المنصة يعني يفترض ان يقتصر حديث القضاء من على المنصة فقط مش النهاردة ان فيه قاضي النهاردة رايح يسهردي في قناة فضائية شغالي بردنامج من توك شو على قناة منه القنوات مثلا لغاية بردنامج خلسان واحدة ونص بالليل وهو صهراني في الستوديو في الانتاج الاعلامي عشان اعيدلي على بقى نجم تلفزيون ونجم فضائي طب ان عايز اعيد في القضية اللي هو اعيد لي واحدة ونص اتنين بالليل في المحكمة عفا في الستوديو عشان يتكلم في بردنامج هيفضل امتى القضاء الناس ما هو نتكلم بها ما هو يشتغل فضائيات يشتغل يشوف مصالح الناس المتعطرة تحت ايده لكن النهاردة وبعدين قضاء بدأوا يتحباسوا ان فيه فعلا احكام هتطلع بكذا وكذا دي كلها اشياء تنال من هيبة القضاء كلها اشياء تنال من ثقة المواطن بثقة الشعب المصري في قضاءه حين يشرب ان هناك تسريب يتملل احكام مفترض ان دي احكام لها طبع سرية لغاية ما القاضي ينطق بالحكم الجلسات بطبعاتها علانية بماده كده على عينها كتاجر لكن ما قابلوا نتكو بالحكم مفترض ان كل اللي عاديين دول ما يعرفوش حاجة عن الحكم مش مفترض ان القضية هتطلع النهاردة وانا اقول له اه ده القضية هيحكم كذا ده شيء في المنطقة الخطورة يعني فانا اتمنى ان يعني ان الجماعة اصحاب يعني المقام الرفيع في الهيات القضائية يعني 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 يدركوا هذه المسألة يتدركوا هذا الخطأ ويكون فيه قرار يعني يكون له احترامه بان يمتنع على القاضي الحديث في السياسة يمتنع على القاضي الظهور في الفضائيات القضاء لهم مهمة جليلة يجب ان يتفرغوا من اجلها الجمهورية ننتقل للاخبار في صفحاتها الاولى بتقول الاخبار في منشط رئيسي القضاء يتحدون الرئيس اغلاق المحاكم باسقاط الاعلان الدستوري حرمان النائب العام الجديد من عضوية مجلس القضاء الاعلى الدستورية ترفض التهديد وتواصل جلستها ودستور هو الحل مليونية للاخوان والسلافيين بعد غد اللي هو مقصود بيوم السبت سبت الاخوان والغرياني بيقول الدستور ينتهي اليوم والبورسة تخسر 12 مليار جنيه والشبكات بالتحرير قبل جمعة حلم الشهيد يعني في الحقيقة جمعة بتاعه والبعض يقول ان هي جمعة الانذار الاخير او الانذار التاني الشروق في الصفحة الاولى ايضا بتكلم على الاضراب اللي هو يعني تاريمة في كل محاكم مصر وبتقول القضاء نقطتين رفعة الجلسة رفعة الجلسة يعني الجلسة انتهت الجمعيات العمومية للنقد والاستئناف تعلق العمل بالمحاكم والمحكمة الدستورية تتحدى الرئيس وسالس شهداء الاعلان الدستوري يوضع التحديد في جنازة مهيبة المشيعون يطالبون بسقوط نظام مرسي يهتفون غريب يا بطل دمك بيحرر وطن يعني ده كان اللي هو في مدينة التحرير نروح الوافد في الصفحة الاولى بتقول الوافد الدستورية تتحدى الاقتزاز السياسي كما حصل الوافد بتقول الدستورية تتحدى الاقتزاز السياسي بيان غاضب يؤكد صمود المحكمة امام التهديدات الرئاسية والوطن في صفحتها الاولى بتقول الغرياني يصابك الزمن طبعا هو خلاص هو سبق زمن بفعل هو عمل خلاص الدستور بأي حال بقى شكل الدستور بيقول الغرياني ينفذ عفوا الوطن في الصفحة الاولى الغرياني الغرياني ينفذ الخطة الاخيرة لانقاذ مرسي ينفذ لانقاذ مرسي صباق مع الزمن للانتهاء من الدستور الجديد خلال ساعات وطرحه للاستفتاء قريبا واعتراضات من البعض والباس بيقول هو سل ابيض في الحية ده ايه يعني بيقول ان هو ده سل ابيض يعني في الحية ده ان هو خلاص الدستور تقريبا خلص في اللحظة ان انا كان فيهم حضراتكم الدباجة طلع بتاعتي اللي احنا ارناها اللي عملها الشعر فلو الجويدة هي دباجة شعرية ادبية اكثر من يكونها دباجة قانونية ما تصحش يكون دي دباجة الدستور دي ممكن يحطها في مقدمة كده مسلا دوان الجديد يعمل مسلا مجموعة قطصية دوان من جامعة كده شوات الاشعار اللي بيكتبها دي يحطها يحطها في دوان ويعمل دي مقدمة دوان شعر ليست مقدمة دستور ومحكمة النقد تعلق العمل للمرة الأولى في تاريخ في الحقيقة ده الوطن بتقول اللي اول مرة في تاريخ محكمة النقد يتم تعليق العمل في تاريخ محكمة النقد قرار من الجامعة العلمية بالتعليق اللي حين إلغاء الاعلان ومحكمة الاستئناف تجمد اعمال معظم دوائرها وعضو بمجلس القضاء الاعلى اللي هو المسنشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة السئناف طنطة وعدو مجلس القضاء الاعلى بيقول فيه بيكشف يعني عن جزء من ما داره فيه لقاء الرئيس بمجلس القضاء الاعلى وبيقول الرئيس مرسي كان يستدر عطف القضاء خلال الاجتماع كان يستدر عطف خلال الاجتماع وبيقول وزير العدل طلب منه أن نقول للقضاء الاضراب مجرم رغم أنه كان من المضربين في 2005 يعني المسرحة بك طلب من الجماعة القضاء دول أنهما يبلغوا القضاء واضراب مجرم تعمله اضراب لأنه ده شيء مجرم ما يصحش من حكم تتعطل علما بأن المستشار أحباب نيكي كان من المضربين في عام 2005 يعني ما كان يستحله لنفسه بالأمس في 2005 يحرمه اليوم بعد أن وصل إلى السلطة التحريف في الصفحة الأولى بتقول الدستورية 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 بتقول لن يرهبنا التهديد ومستعدون للمواجهة بأرواحنا محكمة النقدة تعلق عملها بجميع دوائرها حتى إلغاء الإعلان والاستئناف بعد قرار الأدراب بتقول نرفض قرارات مرسي القضاء يهز عرش فرعون اتهام الرئيس للمحكمة ينبغي ألا يمر دون حساب ده بحسم التحرير بتقول واليوم السابع في الصفحة الأولى بتقول القضاء يعلن ده بقى المنشطة رئيسة تعالي يوم السابع القضاء يعلن العصيان ضد الاسترداد الدستورية العليا تعلن لن يرهبنا تهديد ولا نقض على أي اتزاز والرئيس تجاهل مطالبنا بإرسال أدلة اتهام تسريب الأحكام يعني هو اتهم المحكمة الدستورية بنهاية بتكون بتسريب الأحكام فقالوله طيب نتحدى ان يكون في هذا الدليل هتلنا ما هو هذا الدليل الرئيس تجاهل هذا المطلب محكمة النقد والسئناف القاهرة والسئناف طنطة يعلقون العمل بالمحاكم من اليوم وقضاء مجلس الدولة بيقولوا الاعلان الدستوري صادم ده بحسم اليوم السابع بتقول نواصل أيضا يعني استعراضنا المتفركة اللي هي برضو في نفس الوقت بتدورها عن يعني على عن الأزمة الوافد في الصفحة التسعة بتقول الرئيس والمحكمة الدستورية وجهن لوجه قضاء بيقولوا بيان الدستورية يؤكد أن المحكمة ليست لقمة سائعة ده بحسم ما الوافد بتقول اليوم السابع في الصفحة التالتة مؤتمر القرار الاقتصادي بيقول مسودة الدستور لا تساعد في رسم سياسات سياسات سليمة وزير التنمية السابق بيقول الجهاز الإداري مرتعش ويهتم باللوائح على حساب المواطن وزير المالية السابق في الفلبين بيقول النهضة تتحقق بتعاون الحكومة والمجتمع المدني هو الكطاعين الخاص والعام أيضا اليوم السابع في الصفحة التالتة مصادر بتعلم بتقول أن الرئيس مرسي يدعو على البابا تودروس وممثلي القوى المدنية بالتأسيسية لحل أزمة المنسحبين القوى المدنية تأمل التوصل لحل الأزمة في لقاء الرئيس بالبابا وإزالة تخوفات الكنيسة مش عارف هو في لقاء تاني البابا ومع البابا كان قابل الرئيس يعني هل هيكون في لقاء تاني مع البابا حقيقة مش واضح يعني لكن في الحقيقة هو الرئيس بيوناشد البابا بالتدخل لحل أزمة المنسحبين التحرير في صفحة التالتة تشيع جثمان الشهيدة المليونية تحت قصف الداخلية الشهيد ده اللي هو اسمه رفعة اللي هو فتح جريب ده الرجل ده كان عنده هما بيقولوا هنا سبعة وخمسين سنة في الحقيقة كانت الأخبار بيقولوا أنه عنده واحد وستين سنة هنا بيقولوا في التحرير أنه عنده سبعة وخمسين سنة بيقولوا التشيع جثمان الشهيدة المليونية تحت قصف الداخلية الألاف يؤدون صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم ويهتفون عم فتح يا بطل دمك بيحرر وطن أجدا الجمعية العمامية للنقض والاستئناف بتقول حديث الرئاسة عن توقعنا على البيان التوضيحي للإعلان الدستوري كذب في بيان توضيحي كان أرى دكتور جاسر علي المتحدث اسم الرئاسة عقب لقاء الرئيس مع أعضاء المجلس أعلى القضاء قالوا أنه لا علاقة لنا بهذا البيان نحن رفضنا الإعلان الدستوري كاملا ورفضنا أي بيان أو أي مذكرة شارحة أو مذكرة تفسيرية ولم يوقع أي قاض أو أي رئيس هيئة من الهيئة اللي كان حضروا الاجتماع ده على هذا البيان وأن الحديث عنه نحن توقعنا عليه ده كذب وعممية محكمة النقضة تقرر تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها بيان المحكمة بيقول الإعلان الدستوري اعتداء سافر على السلطة القضائية ومستمرون في الانقاض حتى إلغاؤه ده للتحير بتقوله الشروق في صفحة ثلاثة تصريح للدكتور بسام الزرقة هو أحد مستشاري رئيس الجمهورية وبيقول الاستفتاء على الدستور هو المخرج من أزمة الإعلان الدستوري والله يعني حاجة حلوة يعني هي كلمة حق يرد بها استفتاء على الدستور هو مخرج نظري لكن في واقع التجربة المصرية الاستفتاء قد لا يكون هو الذي يعبر عن ترمومتر الشعب أو عن حيرة الشعب لأن احنا بنتحدث عن شعب فيه نسبة أمية عادية 50% فيه عندنا أمية سياسية تتجاوز 70% عندنا حالة هوس ديني وما أسأل أن يتم اللعب على وطر المشاعر الدينية لتأتي نتيجة الاستفتاء بالشكل المطلوب توجيهه ليه والشروق في الصفحة الثالثة وتنقل تصريح على لسان عدو صابق بالمجلس العسكري وبيقول تجاهل الرئيس مطالب المعارضة يضعو على اعتاب ثورة جديدة كلمة بيقوله أحد العضاء الصابقين في المجلس العسكري الوطن في صفحتها الأولى بتقول محكمة النقضة تعلق العمل المرة الأولى في تاريخها والتحيير في الصفحة الخمسة بتقول مصر مشلولة قضائيا التحيير في الصفحة الخمسة بتقول مصر مشلولة قضائيا ده بحسب ما التحيير بتقول لليوم الرابع لليوم الرابع محاكم المحافظات متوقفة عن العمل احتجاجا على الإعلان الدستوري وتكدس المواطنين أمام المحاكم وقضاط السيوت يبدأون اعتصاما مفتوحا حتى إلغاء الإعلان وقضاط طنطة يطالبون بمنع النائب العام الجديد من حضور جلسات الأعلى لقضاء استمرار الإضراب الجزئي لمحاكم ونيابات بني سويف وتوقف العمل بأقسام الشرطة ده بحسب يعني فيه حالة شر القضائي زي ما التحرير بتقول وأيضا التحرير في صفحة خمسة رئيس نادي مجلس الدولة بيقول سنقف حق صد أمام إعلان مرسي غير الدستوري مجلس الدولة بيقول أن احنا لن نقل بهذا الإعلان وهنكون احنا حق صد المستشار حمدي ياسين رئيس مجلس الدولة بيقول استثناء مستشاري الدائرة الأولى والمفوضين من حضورها الجمعية حتى يمكنهم حتى يمكنهم من نظر دعاوي الغال إعلان هو مفروض أن فيه جماعية عامية سيتم الدعوة إليها ودع الجماعية عامية طريقة يوم الجمعة القادم للتصدي لما أسموه اغتصاب الرئيس مرسي السلطات التأسيسية خصوصا اختصاصات وصلاحيات القضايا الإداري في مراقبة مشروعية القهارات الإدارية التي يصدرها الرئيس مرسي هو بيتهم الرئيس أنه اغتصاب سلطات القضايا الإداري هما هيعملون الجمعية عامية طريقة بيسسنوا منها مسشاري الدائرة الأولى والمفوضين من حضورها حتى يتمكنهم من نظر الدعاوي المرفوعة حوالي 15 دعوة قضائية مرفوعة أمام مجلس الدولة للطعن في هذا الإعلان الدستوري باعتبر أنه من القارات الإدارية التي تخضع لولاية أغل السلطان القضاء الإداري أو مجلس الدولة الصباح في الصفحة الأولى بتبشرنا بخبر يعني السفير رفاعة التهطاوي بيقول لا تراجع عن الإعلان وهناك أيضا خبر يتحدث عن استقارة المتشار أحمد ميكي وأن المستشار أحمد ميكي متوقع أنه قد يقدم استقارته خلال 48 ساعة إذا لم يتمكن إذا لم يتمكن من احتواء أزمة القضاء والرئيس هو بيحاول يعمل وساطة ما بين الطرفين إذا لم يتمكن من هذا سيقدم استقارته من موقعه الواضح أنه هو بيواجه موقف عصيب كثير من القضاء بيرفضون وساطة المستشار أحمد ميكي أيضا الصباح في الصفحة الثالثة الصفحة الأولى بتقول مصادر حكومية تحذر من إفلاس مصر خلال 3 شهور إذا استمرت الأزمة السياسية محتدمة على هذا النحو فيه مصادر بتؤكد أن مصادر حكومية بحقيقة ما قلتش إيها المصادرية بتقول أن الوضع الاقتصادي فأسوأ حالاته وأن مع استمرار نزيف الاحتياط النقضي وعجز الموازنة الذي سيظم الجميع وأن مصر ممكن تعلن إفلاسها خلال 3 شهور إذا لم يتم احتواء هذه الأزمات الصباح في الصفحة الثالثة البرلمان الأوروبي يدعو لوقف المساعدات ردا على ديكتاتورية مرسي وأيضا البورصة تعاود الانهيار بخسائر 12 مليار جنيه و20 شركة أمريكية تعلق استثمارتها في مصر ده بحسب ما الصباح بتقول ننتقل للوطن في الصفحة الثالثة الوطن بتقول طيار الإسلام السياسي يهدد بإسقاط مرسي إذا تراجع عن إعلانه يعني الرئيس مرسي النهاردة ما بين نارين يعني هو في الانه واضح رئيس مرسي حضر عفريت مش عالك يصرفه وعمل إعلان دستوري بالشكل اللي هو عمله ده كله فالنهاردة ما بين نارين ما بين الطيار الإسلام السياسي اللي هو قف وراه وقالوا إحنا وقفين وراك وإذا تحاولت تتراجع عن هذا الإعلان الدستوري إحنا اللي هنسقط له والنهاردة القوى المدنية بتطالب الرئيس مرسي أنه هو يتنازل عن إعلانه يكون يتحلى بالحكمة ويكون في حواره والأصدر بينجر بالحوار فالنهاردة القوى المرسي إذا ماشي مع القوى المدنية هيخسر الجماعات الإسلامية اللي هو جاي منها وإذا ماشي مع الجماعات الإسلامية هيخسر الشارع اللي هو قاف ضده والحقيقة هو واضح إنه هو في عفريت اتحضر مش عالفين يصرفوه مشاورات بين الإخوان والسلافيين لمواجهة التحرير ومليونية حاشدة يوم السبت القادم لتأييد الرئيس مرسي والوطن في صفحات الرابعة بتقول الشرطة تحاول اقتحام ميدان التحرير للمرة الثالثة خلال عشرة أيام والمتظاهرون يردونها بالحجارة والمولوتوف فيه في الحقيقة خبر عاجل دلوقتي هو أنا وبلغت بيه حالا دلوقتي هو فيه الشباكات عاجلة بين الشرطة والمتظاهرين في شهر محمد الحمود يعني ربنا يصر واضح إن المواقف مشتعل وملتهب مفيش ميدان سيمون بولوفار عفوا معلش يا تبلغي شارع محمد محمود في مدان سيمون بولوفار في حقيقة النهاردة كنت معدي يعني على مدان سيمون بولوفار من بره كده من حوالي الساعة التسعة بالعربية ريحة الغازات المسيلة للدموع كارثة يعني شيء خونك وأنا ماشي بعربية بتجري في الشارع لدرجة إن فيه كثير من الشابر متطوعين وفيه كده عند فوند وصمارميس وفوند وشيبرد بيشورونا كده إيه في الإزاز إيه في الإزاز ستقف الإزاز فالرغم إن حتى قفلت الإزاز لكن الريحة النفاذة ده دي أثار الريحة يعني إحنا ما كنا يعني إحنا ما شفناش القرابة اللي هيبت الضرب بقى والدخان بتاع الدخان الأصل ده طالع ده دي مجرد فوارغ كده يعني وقع على الأرض أثار الريحة فعلا يعني شيء خونك الوطن في صفحتها الرابعة الشرطة تحاول اقتحام التحليل زمانة الحراكة وإن فيها حاليا اشتباكات حاليا الشباكات يعني مشتعلة داخل ميدان سيمون بلوفار اللي هو في جامع ميدان ده خلف جامع عمر مكرم ما بين جامع عمر مكرم ومزارة التجارة والصناعة وفندق سمراميس وصحيفة الوطن المتوقع رحوار مع الدكتور عبدالجيل مصطفى بيقول فيه إن طيار الإسلام السياسي لم ينجح إلا في تقسيم البلاد دكتور عبدالجيل مصطفى هو مقرر الجامعية الوطنية للتغيير طيار الإسلام السياسي لم ينجح إلا في تقسيم البلاد ومرسي أصدر إعلانه لكتاب الدكتور إخواني وبيقول الرئيس استبدل بالفاشية العسكرية أخرى دينية ومسؤول عن لم الشامل إذن لم الشامل هو مسؤولية الرئيس مرسي هو المسؤول الأول والأخير عن أنه يلوم شامل العائلة المصرية الغرياني لا يدير التأسيسية وجهاز سري يتولى تحديد ما صارع العمل داخل الجامعية ده كلام في المنطنة الخضور إن مصر الغرياني ده مجرد تكون مفلاش كده قدامنا مش هو اللي بيدير الجامعات السياسية ده فيه تنظيم سري فيه تنظيم من طيار الإسلام السياسي تنظيم سري هو من يتولى تحديد ما صارع العمل داخل الجامعية والقوة الإسلامية تسعى للسيطرة على العمل السياسي من خلال المتجرة بالدين ده بحسن ما يقول المستشار عفوا الدكتور عبد الجليل المصطفى طبعا بقى برضو يعني على الخط كده السلفية الجهدية بتقول إن الرئيس مرسي حصن نفسه ولم يحصن الإسلام والله كان الله فعنا رئيس مرسي رغب اختلاف الشديد مع ماء الزره الرئيس مرسي كان الله فعنا هو ما بين مش نارين ما بين خمسين نار ما بين جماعات إسلامية بتحذروا من التراجع ما بين ناس بينصحوا إنه هو يتراجع ما بين الأزر اللي بجوله نصيحة بالام الشامل وبعدين السلفية الجهدية وهو فيها يعني تعتبر شماتة في الحقيقة دي شماتة إنه هو حصن نفسه ولم يحصن الإسلام هو رئيس مرسي مفروض يعمل إيه يعني يعني يعلم بقى الحرب الجهدية اللي مش عارف حاجة يعني موقف طبعا في المنتهى الصعوبة الصباح في الصباح الثالثة لو حركوا تفتكروا مبارح كنا نتكلم عن إن السيدة نجلاء محمود زوجة الرئيس مرسي كانت راحت ضمنهور زارة أسرة الشهيد إسلام مسعود حتى تقدم العزاء والنحاء الموضوع ده تحيير دون أي زم هنا الصباح بتواصل انفراضها في هذا الخبر وبتقول الصباح إن السيدة نجلاء محمود والدكتور محمد بديع المرشد عام للجماعة حين توجه إلى ده منهور لإداء واجب العزاء لقصة الشهيد إسلام مسعود في الحقيقة هما لم يتمكنوا من دخول بيته وكان فيه تحذيرات أمنية من إنهما لو راحوا يعزوا يقدموا العزاء في بيت الشهيد إسلام ممكن يتعرضوا يعني لحالة يعني من الغضب الشعبي يكون فيه مشكلة أمنية فإنهما راحوا قدموا العزاء في منزل خالو في شارع المعهد الدين في ضمنهور مساء أمس الأول وبتقول منع المرشد وزوجة الرئيس من زيارة منزل شهيدة منهور والمتظاهرون بيقولوا إن أم أحمد اللي هي زوجة الرئيس هي بتحب بيقول أنه بحب رقب أم أحمد أحسن من السيدة الأولى بيقولوا أم أحمد زهرت واحد وسبت خمسين أم أحمد بيقولوا أدي أهو دي معانا سرعة للهوى حالا دلوقت أهو ده ميدان سيمون بلوفارة زي ما حراركوا شايفين محاولات محاولات لتفريق المتظاهرين وفيه عربيات إسعاف هيوقفة في الخلفية يعني علشان تشيل أي جسس ممكن تقع واد الناس أهو على في الميدان والله ربنا يصل هذا مصب أرخيص وديك طبعا دي أدخنة قنابة المسائلة للدموع هي هدفة تفريق المتظاهرين وفي حقيقة أنا عايزه الحاجة أن كل ده بيعمل حالة احتقان في الشارع يعني العنف بيولد عنف مضاد وبيولد عنف أكتر وإنهار دا لما أحد يشعر أنه هو ضرب طالما افتقدنا لغة الحوارة أصبحنا تحز بلغة التخوين وبلغة الإرهاب والتكفير وإنك أنت يا إما عميل يا إما خين يا إما كذا يا إما كذا هذا المناخ المريض الذي تعيشه مصر الآن لا يمكن أن يسفر إلا عن مزيب من العنف في مزيب من التردي في الحقيقة معي تقارير كتير بتتحدث يعني أن في يعني نهار دا مثلا معي جورنال اسم المصريون أهو جورنال اكتشافت أن هو كده الشغال لحساب الحرية والعدالة بيقول لك الدكتور عاطف البنة بيقول لأ في هنا واحد بيكلم في المصريون مش عالي في المصريون اللي فين كان بيتكلم بيقول أن يعني بيقول أن في تحزرات أن مصر يعني قادمة على موجة اغتيالات يعني فيه خبير دستوري الأمريكي بيقول أن تأسيسية شو بقى بينقر عن خبير دستوري الأمريكي أنا أعرش من هو الخبير دي ممكن خبير ده فيه ده فيه إخوان أمريكان أكثر من أخوان المصريين بيقول لك تأسيسية تملك الغاء المحكمة دستورية شفتوا المصيبة يعني قادم جورنال المصريون وإحنا بنا نفرج على سيمون بولوفار والمتكلم نقول لها بلد مولع وقادم بيقول لك يعني تحريض واضح أن التأسيسية دي نلغي محكمة دستورية تخيلوا أن المحكمة دستورية دي هي تعتبر من أعرف خمس محكمة دستورية في العالم من محكمة المصرية مطلوب إلغاء وإعصام سلطان بيقول لك لدي معلومات عن عمليات اغتيال خلال أيام يعني خلال أيام مصر هتكون دخلة على التجربة اللبنانية زي ما يحروا كده تشوفوا في لبنان كده كنبلة انفجرت في حي الشهداء مثلا في الحريري كنبلة هنا انفجار هنا مش عارف هنا والطيار العوني والطيار اللي مش عارف الكتايب والحاجات كده تلاقي شيع وفصلت في لبنان مصر النهاردة أصبحت نسخة بس ياريت حتى لبنين يعرف يلعبوها يعني حتى في لبنان عرف يعمل نظام ترويكا وقسموا السلطة خلاص جمهورية مسيح ماروني رئيس وزراء مسلم سني رئيس مجلس نواب مسلم شيعي متقسمت وهماشية كده ومتقسمة وبعد اهماشية بشكل أو بآخر لكن احنا في مصر ان احنا عصلا ملناش علاقة يعني ملناش سابق خبرة بالتجربة التقافية دي كلها فالنهاردة التجربة في مصر في المنطقة الخطورة وبتقول هنا الاسلاميون يردون بمليونية داعمة لمرسي يوم السابق تشارك فيها حشود والدستوريات تتحدى مرسي مصرور في نظر حالة شرورة تقسية وهنا يعني هي كلها في الحقيقة كلها يعني اشياء تحرد اشياء تحرد على المحكمة الدستورية برضو لما نيجي نروح معلش هنخر بقى من الترتيب ده ادي الحرية والعدالة طبعا يعني كالمعتاد تتحدث عن دولة اخرى مش هي مصر بنكام عليها اديك حراكة شوفتوا يا جماعة يرت لو معنا الحاجة كده على هو برضو وهتهنى عشان احنا بنرى الحققة اي واهم جابوا ههم ادي الشرع هوا يعني حراكة شايفين الشرع هوا ادي مدان سمون بوليفار ودي الاسعافة هي اللي واقفة ورا هي ودي عربيات هي ومتظهرين وناس بتتدر والشرطة قدامهم وناس بتتعور والله اعلم مين ممكن يموت وهنا بتقول لك ايه اربعة وسبعين في مية في استطلاع الحرية والعدالة بتنطيش المحافظة اربعة وسبعين في مية مؤيدون للإعلان الدستوري يا سلامي اربعة وسبعين مؤيدون للإعلان الدستوري يعني دول شهوية اقلية وشهوية عالم مأجورين وشهوية عربجية ويقول لك امسك في الميدان للمرة يقول لها انصار المخلوق يعد النسونة التحرير فين اخونا مخلوق مينو بتاعم ده المخلوق بيموت في متفزق مطور ده أنا عايزين نقلوه علشان يوضوه انا وانا لا تعطف معا كان عايزين نقلوه مستشفى من احدى المستشفى العسكرية عشان يتركع عليها فيها المحكام الرفضة اول مبارح ابرزهم عمرو موسى سمح عشور والشوبيل وليل عيل ووفاء عامر وسياسيون بيقولوا ما يحدث عملية غسيل سياسي في التحرير وبتتهكم الحرية والعدالة على المحكامة الدستورية المؤتمر الذي عمله المستشفى العمير سامي بتقول ان بيان الدستورية سياسي ده بيان سياسي والدستور ينتهي اليوم وكل حاجة ماشي تمام وفينا فيه صورة كده ايه دايرة كده ترطاية كده متقسمة تلاتة وسبعين خمسة ونعين في المية مؤيدون معرضون ستة وعشين وربع في المية دي الحرية والعدالة يعني هي طبعا بتتكلم عن بلد تاني غير مصر اللي احنا غير مصر اللي احنا اللي احنا عايشين فيها معنا حوار المحامي صبحي صالح المحامي الاخواني صبحي صالح شوفوا بقى الحاجات الحلوة اللي احنا دايما احنا لازم نقارن مش مجرد انا بقى رجلد وخلاص كده وتبعها كده صبحي صالح بيقول لي بقى في حواره وقلوا صحافة الصباح بيقول هتاف الشعب يريد اسقاط النظام صاشي يناير هو كان كفر الديمقراطي ده كان اسقاط نظام حسن مبارك والنهارده ببركة سكوت حسن مبارك طلعوا الاخوان من تحت من الجحور والسلافيين والجهديين ومش عارف والكلام ده كله كله اللي طلعوا من اهل الكهف دول كلهم ده ما طلعش لاب الشعب يريد اسقاط النظام النهارده بقى كانت مبارح الشعب يريد اسقاط النظام وكنا بنغنيها وليه ابني كتاب اللي بيقولها انا لما لقيت ابني اللي هو عنده خمس سنين بيقولك الشعب يريد اسقاط النظام عرفت ان الصورة وصلت خلاص ده طفل عنده خمس سنين ابني كرولوس عنده خمس سنين بيقول الشعب يريد اسقاط النظام لما توصل لابني اللي عز الميته عنده خمس سنين يواء مؤكد دي صورة بجد وبيقولك مصر ليست قاصرة على اسماء المستشارة للرئيس هناك اخرون استشارهم قبل اصدار الاعلان الدستوري الجديد ده بقى الكلام المهم يعني اذا من تورطه في توريط عفوا من يعني انا اقول تورطه تورطه في توريط الرئيس هذا الاعلان او الكلام اللي يكشف صرحي صالح مش المستشاري اللي حنعرفه السبعة عشر واحد دول ده هناك المستشارون اخرون هناك تنظيم سري للمستشارين هو من يتولى تقديم المشورة الحقيقية اللي الرئيس ماشي فيها او بيمشي بيها والرئيس مش شغال باليومية عشان نحزبه وفرق بين الدكتوريطر حاكم وسوء اداء حاكم اخر ومش منطقي نقارن بالنقارن الابالسة زي مبارك بالانبياء كلام خطير يعني بيقول لك مش منطقي نقارن الابالسة اللي هم زي مبارك طيب ماشي موافيد مبارك بالانبياء مين بقى الانبياء دول مؤاكد هو يصدر رئيس مرسي يعني اذا هو يضع رئيس مرسي في مصاف الانبياء وبيقول اقول المعترضين على الاعلان من اليساريين والنصريين رجعوا المادة مية تلاتة وتسعين من دستور ستة وخمسين والنقب العام المقال بيقول كلام هجس لانه خائف من مخالفاته والملفات والشكاوي المقدمة ضده وده كلام الاستاذ الصرحي صارح معانا النهاردة معلش هاخد فيه معانا تلات مقالات بسرعة شديدة هناخد كده يعني اقوال سريعة مش هنقرأ مقالات نفسها معانا المقالات دي فين جرت الاخبار الاخبار راحت الاخبار هناخد نص كلمة للكاتب الكبير احمد رجب احمد رجب بيقول في نص كلمة ما الذي نفعله بمصر التي لا نكف عن الادعاء بانها حبنا وهوانا بيقول ايه اللي بنفعله في مصر ده التي لا نكف عن الادعاء او عن الزعم بانها حبنا وهوانا بيقول كتبت هذه الكلمة يوم الاتنين الماضي وبعد يوم السلساء 27 نوفمبر واحتشاد شعب مصر في كل محافظته غاضبا صاخطا فاني اسحب هذه الكلام معتزلا استبت بما يقبل الشك ان مصر لا تزال وتتزال حبنا وهوانا يعني هي مش ادعاء لا ده مصر فعلا هي حبنا وهوانا في الاهرام صفحة 9 للدكتور اسامة الغزالي حرب بيكتب مقال بعنوان لماذا يرفضونهم وبيقول الخلافات والانقسمات التي تواقعت مؤخرا تتجاوز بلا شك حالة التنافس السياسي العادي التي تعرفها الاحزاب فيما بينها سواء في مصر أو خارج مصر بحسن ده مش منفس حزبي ويقول والمسيل في الامر ان هذا يحدث والاخوان والحلوة والعدالة هما لازم يحكوهم مصر ده بيحسن ده هما اللي بيحكوهم مصر ورئيس الجمهورية الذي اتى بانتخابات شرعية منهم ويضيف اسامة الغزالي حرب يقول اعتقد انه على الاخوان ان يأخذوا تلك المظاهرة بجدية اكتر يعني يتقوم بموضوعية اعمق هناك بالفعل مشكلة تحتاج الى معالجتها والتصد ديها الاستاذ سيد ياسين في صفحة 9 بيقول الصراع حول الشرعية الرئاسية بيقول فيها منذ اندلع صورة 25 يناير والصراع محتدم بين الشرعية تاني متضادة تاني الاول هي الشرعية السورية والسانية هي الشرعية الديمقراطية هو صباح الشرعية الدستورية ويقول الاعلان الدستوري يخلط خلطا معيبا بين الشرعية السورية التي سبق الرئيس ان ادانها من قبل وشرعية ديمقراطية اذا فيه خلط بين السوري والدستوري الرئيس مرسي هو رئيس دستوري والاسف هو بياخد قارات سورية معانا رسمين وقت الحلقة خلص معانا رسمين كتير كتير التحرير في الصفحة التانية التحرير في الصفحة التانية حدركوا تذكر الرئيس مرسي لما راح بدانا التحيير عشان يتكلم للصوار بعد ما اعلن فوزه فالرئيس مرسي فادح كده الجاكتة بتاعته وقال انا مش لبس اميس واقي دي الرسمة الاولى في الرسمة التانية بقول بس متحصن يعني اذا هو مش لبس اميس واقي لكن هو حصن نفسه بقارات فوق الدستورية قارات تلع في مصرف الانبياء وفي الصباح في صفحة 11 في رسم تخيولي ان الرئيس مرسي بيجري اتصال بالمخلوع المسجون حسن مبارك في سجن تورا والحقيقة هو فيه ثلاث رسمات الرسمة الاولى بايه هو العنوان الاستعانة بصديق الاولى الرئيس مرسي بيتكلم بيقول له ايوة باكتب وراكة اهو بلتجية ومخربين وايه يعني مخوناح بيقول له بلتجية ومخربين وايه في الرسمة التانية بقول لا مش سامع يعني اقول عليه هم مأجورين وبعدين ممولين في الرسمة التانية في الرسمة التالتة بيقول له طيب حسن شكرا لم عوزك تاني هبقى كلمك سلام فيعني واضح ان هو السيناريو لا يخرج عما كان يفعله الرئيس المخلوع او المسجون حاليا حسن مبارك جولتنا انتهت النهاردة الاحداث مشتعلة السمون بالفرامل مشتعل الاحداث القادمة مؤهلة المزيد من تظاهر الاوضاع الامنية ربنا يصورها على مصر ويعني الى امن وغير ان انا ادعو المصر بالسلامة وادعو المصر بيعني ان ربنا يعني ينجي مصر من شر الساعات اللي جاية واللي بتخبيها الساعات الجاية ونلتقي ان شاء الله في جولة جديدة يوم الاحد القادم على خير ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة